على مدى ثلاثة أيام المشهد كان مبهر وعظيم كان فيه استفاف للمصريين في طوابير أمام كل لجان الانتخاب علشان يختاروا رئيس جديد لجمهورية مصر العربية لمدة ست سنوات قادمة الحقيقة الصورة كانت حلوة والمشهد كان جميل وأحلم فيه كان حرص المصريين بمختلف الفئات صغير، كبير، قعيد فيه كان فيه ناس من ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم كلهم ينزلوا ويشاركوا فيه هذا السباق الانتخابي علشان مستقبلهم، علشان مستقبل ولادهم علشان نعزز التجربة الديموقراطية اللي حنبني عليها كمان بعد الانتخابات الرئاسية وعلشان يختاروا الرئيس اللي يقدر يتحمل المسئولية ويعدي بنا الست سنوات القادمة الحقيقة أن المشاركة الوسعة في التصويت واستفاف المواطنين من كل الأجيال والفئات من جميع المحافظات في طوابير عشان بس يعبروا عن رأيهم وسط تنوع المرشحين اللي كان موجود بيقول أنه الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو الوطن الشباب اختاروا المستقبل، المرأة اختارت الاستقرار الشعب المصري هو كان بطل هذا المشهد اللي قدر أنه يختار بلده في الحقيقة كمان اللي عايز أقوله أن ده حنبني عليه بعد السباق الانتخابات الرئاسية يعني حيكون فيه بعد الانتخابات الرئاسية انتخابات لمجلس الشيوخ، انتخابات لمجلس النواب، انتخابات للمحليات فيه تجربة ديمقراطية حقيقية بدأت في البلد من بعد الحوار الوطني اللي تبناه السيد الرئيس واللي كان فيه عدد كبير جدا من مختلف التوجهات يا ساري، من اليمين، من عزب، حتى حزب النور كان موجود، يعني كان كل الناس موجودين وكله كان بيعبر عن رأيه اللي حصل في الانتخابات دي فاق كل التوقعات، المؤسسات الدولية اللي كانت بتابع عملية التصويت أشادت أيضا بهذا التنظيم، أشادت بتسهيل عملية الاقتراع في كل اللجان ويمكن عشان كده لم يتم رصد أي مخالفات تتعلق بعملية التصويت ده غير كمان الجهد الكبير جدا اللي قام به الحقيقة يمكن كل القائمين على تنظيم هذه الانتخابات ده غير كمان لازم يبقى فيه إشادة الحقيقة بحملات المرشحين اللي التزموا بكل الإجراءات القانونية بدون أي خرق لقواعد العملية الانتخابية كمان لازم نشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات اللي قدمت كل التسهيلات عشان نشوف هذا الكم الكبير من المشاركة في التصويت تسمحوني أن أنا أشارك حضراتكم تجربتي أنا شخصيا في التصويت أنا رحت انتخابت مبارح وانتخابت الحقيقة كمان في آخر يمكن ساعة في اليوم حوالي ساعة 8 مثلا كنت متخيلة أن أنا وأنا رايحة في هذا التوقيت أن أنا هلاقي الزخم كان أقل شوي أو مش هلاقي ناس كتير لكن المفاجأة أن أنا وأنا حتى في طريقي للجنة للانتخاب بتاعتي لقيت أنه كل اللجانة اللي عدت عليها كان بقى في مراكز شباب في مدارس أي أن كان لا قدامها ناس وقفة ومستنية أن هي تروح تصوت حتى يمكن مكان الانتخاب بتاعي لجنة الانتخاب بتاعتي لا كان فيها ناس كتير جدا وكسبنا شباب بينظم العملية الانتخابية وكسبنا أحزاب بطلعت كانت يعني ما بتخرجش من مكاتبها النهاردة بتذهب وبتعمل مؤتمرات حزبية وبتشوف الناس وبتختلط بيهم كسبنا تجربة ديمقراطية كاملة القصة جماعة مش انتخابات رئاسية بس القصة بدأت من الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية أحد محطتها في النهاية إحنا عندنا مشهد ديمقراطي بيتشكل لمصر بيتولد من جديد حزاب ومستقلين وشخصيات عامة وشباب مشارك كلهم اتفقوا على مئدة الوطن أو جلسوا على مئدة الوطن وده اللي حنشوفه كمان زي ما قلنا بعد السباق الانتخابي إنه حيبقى فيه أكتر من تجربة وحنستفيد بكل الكوادر اللي طلعت في الأيام اللي فاتح بصبع عليكم مرة تانية صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير مصر